السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل لا وما يضلل فلا هادي لا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا وأشهد أن محمد أن عابله ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد لا شك إن موضوع التربية موضوع مهم جدا ولا ينتهي في حلقة أو حلقتين ولذلك كان هذا المشروع يتكون من سلسلة كبيرة إن شاء الله بإذن الله من المحاضرات التربوية التي تهدف إلى بناء جيل يعمل بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم التربية نحتاج فيها أشياء كثيرة منها أن نتعلم معنى التربية أصلا نتعلم ما معنى التربية ثم نتدرج بعد ذلك فيما نحتاج إليه من أصناف وألوان التربية فنقول بداية أن من أعظم المشاريع المشاريع الاستثمارية عائدا وأثرا في الدنيا والآخرة هو تربية ابنك وأبناء المسلمين من أعظم المشاريع استثمارا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة سرق جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له خد بالك من ولد صالح يدعو له مش أي ولد لا ولد صالح وهذا الولد سيقوم بالدعاء كيف نكون هذا الولد الصالح هو ده المشروع هو ده المشروع إنك تكون ولد صالح وإلا فإنت في الدنيا بتأكل وتشرب وتلبس وتتعب وتعمل حكاة كترة جدا وتسافر وتتغرب وفي الآخر يطلع ولد مش صالح يما أنت عملت ايه؟ لا ده كده خسارة تخسارة في الدنيا وخسارة في الآخر كبيرا لأنك لن تجد هذا الولد الصالح فإذا كان بناء الولد الصالح ده وتربية الولد الصالح ده كانت مهمة جدا جدا لأنها تعتبر فعلا الاستمرار لحسناتك وثوابك وأعمالك بعد موتك بمشيئة الله تبارك وتعالى وبعد عمر طلبه إذن الله فبنقول إن الإنساء بيعطى عمله ولكن تبخى هذه الثمرة التي أنتجها في هذه الدنيا والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن إن هذه التربية أمانة وإنها مسؤولية فالله عز وجل قال يا أيها الذين أمانوا قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجرة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون هذه الوقاية للأهل والأولاد بتعليمهم وتربيتهم وليس تغزيتهم ليس التغزيتهم ولكنها تربية فبالتربية والتعليم والأخذ على يديهم حتى يقوموا بأمر الله والحلال والحرام تكون التربية والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتي كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتي ويبين أيضا والرجل راع في بيته يعني في أهل بيته ومسؤول عن رعيتي مسؤول عن رعيتي طب يا ترى المسؤولية دية مسؤولية رعاية أم مسؤولية تربية يعني هل هي مسؤولية رعاية فقط أم مسؤولية تربية فقط أم هي مسؤولية رعاية وتربية معا وهناك فرق كبير بين الرعاية وبين التربية هناك فرق كبير بين الرعاية وبين التربية أعزكم الله لو حضرتك جبت في بيتك قطة فأنت بترعاها تأكلها بتشربها وتنظفها لو تعبت أو عطست بتوديها لدكتور القطة عشان يشوف القطة مالها فأنت دي صورة من صورة الرعاية ولكنها ليست ليست تربية فهلت الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من حفاظ الرعاية يدخل تحت باب هذه الرعاية أم هو أعظم من ذلك؟ فهذه المسؤولية ليست مسؤولية رعاية فقط ولكن مسؤولية رعاية وتربية مسؤولية رعاية وتربية يعني الرجل راعي في بيتك يعني مسؤول على أن هو يرعاهم يرعى أهل بيته يرعى أولاده لا أكبرتش الاختبار أمتى بكرة النتيجة ايه؟ كل دي صورة من صور الرعاية المدرسية والرعاية الشخصية كذلك لو كان طفل صغير يبدأون يشوفوا احتياجاته كيف يمشي شوية كيف يلبس كيف يأكلوه كيف يقوم بإحتاجاته الخاصة كل دي صورة من صور الرعاية أما التربية فالعلماء بيتك كانوا يوقف معانيها كتير جدا ومن أي صارها ومن أبسطها بيقولك ان التربية دي متابعة الشيء شيئا فشيئا حتى يبلغه تماما يعني انت بتتابع الحاجة اللي انت بتربيها ديت شوية شوية تدريجيا واحدة واحدة ورا واحدة حتى تبلغ تمامها يعني رعاية الطفل والاهتمام به في جميع المراحل العمورية في جميع مراحل نموه طفل بيتولد في مرحلة بيمر بيها وبعدين بيدخل في سن السادسة مرحلة تانية سن التسعة مرحلة التسعة مرحلة التسعة الاثناشر مرحلة لكن سن المراهقة مرحلة فكل ديت مراحل المطلوب ان انا اتابع المولود اتابع الطفل اتابع الغلام خطوة خطوة في كل مرحلة من المراحل ديت معنى كده ان كل مرحلة من المراحل ديت محتاجة ان انا ابقى فهمها عشان اقدر البي احتياجاتها وايدي مشكلة كبيرة جدا ان انا لاني مش فاهم المرحلة واحتياجاتها وخصائصها فانا مش بنعرف اتعامل مع ابنائي مش بنعرف اتعامل مع ايه مع المرحلة فجميع المراحل النمو دي محتاجة غرس قيم بناء شخصية إعداده ليكون شخصا سويا في المجتمع بصورة إيجابية نقدر نتابعه حتى يبلغ تماما ابن قيم رحمه الله يقولنا السطرين ممتازين جدا حاجة جميلة يقول إن التربية أهمية قصوى في تهذيب الخلق وتقويم السلوك إن التربية أهمية قصوى في تهذيب الخلق وتقويم السلوك فالتربية ليست معلومات تحفظ أو يتعلمها الطفل أو المراهن فحسب لا الموضوع مش كده يعني التربية مش إن أنا باوديكوا التاب أو مقرأة أو دار تحفظ خرقان عشان يحفظ الآيات فقط أو إن أنا باودي مثلا يحضر حلقة علمية عشان يعرف الأحاديث ويحفظها الموضوع مش موضوع معلومات وحفظ لا فيه مهارات محتاج إن هو يتعلمها فيه مهارات محتاج إن هو يتعلمها ابن القائم أيضا يقول إن التربية السليمة إن التربية السليمة هي التي تجعل للتدريب والتعويض شأنا في رسوخ الصفات الطيبة التربية السليمة هي التي تعلي من شأن التدريب والتعويض لأن التدريب والتعويض دا له شأن كبير جدا له أهمية كبيرة جدا في إن هو يرسخ ويثبت ويقوي الصفات الطيبة الجديدة اللي هو بيكتسبها فالتدريب والتعويض فبالتدريب والتعويض تستقر الصفات دربوا عودوا كرر تستقر الصفات وتستقر العبادات وتستقر السلوكيات الجديدة عايز صفات حميدة أنا بتعويض عليها واستقرارها أو استمرارها تستقر تستقر صفات تستقر عبادات تستقر معاملات تستقر أخلاقيات تستقر السلوكيات بإيه تدريب تعويض غير ما تستقر ولذلك نلحظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول علموا أولادكم الصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعاشر سنين وفرقوا بينهم في المطاجة هللاحظ الحديث دا فيه وقفة مهمة جدا أول حاجة أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول علموا أولادكم أو مروا أولادكم بالصلاة لسبع يبقى هنا بنربيه على العبادة بندربوه على العبادة من أول سبع سنين أبدأ أقول له يلا نصلي يلا بينا نصلي صليت تب خذ البمبونية دي تخذ الشغلات دي تخذ نفضل ايه يبقى هنا فيه بداية لتأهيله للصلاة وهو عنده كم سنة؟ سبع سنين لاحظ السن سبع سنين واضربوهم عليها لعاشر يعني من سبع سنين لعاشر سنين عندي تلات سنين التلات سنين دول تدريب تعويض استمرار حتى يحدث الاستقرار حضرتك متخيل في تلات سنين انت المفترض بتدرب ابنك على الصلاة كم مرة؟ خذ بالك اكتر من خمس تلاف مرة ياه اه اكتر من خمس تلاف مرة لو انت رجعت باب الزاكرة كلاهو تشوف نفسك كنت بتقول لابنك وهو في سن سنين لعاشر سنين في التلات سنين دول كم مرة قلت له يلا بنان صلي بأسالين مختلفة حفزته للصلاة حبزته الصلاة خليته رايح مبسوطه عشان الصلاة في التلات سنين قلت له كم مرة صلي مش بيقول لك اضربه لان هو غير مكلف ولكن احنا بنعود وغير مكلف يعني صلى ما صلىاش مابيش مشكلة بالنسبة من حيث ايه؟ من حيث الاثم والوذر لكن انا ندرب ندرب ليه؟ عشان انت مجيش تقول ان ابني ما بيصليش بعد ما وسط سن المراقب انا في الحالة ديت هبص كده هرجع لتاريخ الحالة ديت يا ترى في صغره كان متعود على الصلاة؟ ولا لا؟ لو تعود على الصلاة من سبع العشرة ان شاء الله هيرجع يصلي وتبقى ديت يعني كبوة وزلة ويعني مس من الشيطان حاجة خفافة كده وهيرجع تاني يصلي ان شاء الله لانه تعود لانه تربى لان العبادة استقارت عنده لكن هو الان في هذا السن بيمر بشوية معوقات شهوات شبهات أصدقاء سوء حاجات كتير بتحرفه بتحرفه عن الطريق شوية لكن هو في الآخر ان شاء الله سيرجع لكن لو واحد ما تدربش على الطاع والعبادة في السن ده يبقى حضرتك منتظر ايه؟ لا ده الله اعلم بقى هذا الامر الله سبحانه وتعالى انشاء اقامه وانشاءه فالاستقرار في العبادة يأتي بالاستمرار والاستمرار بطريقة غير مملة غير مملة يعني الولد ما تنساش انه مش مكلف فما يفعش انت تفيلا تشدد عليه عشان قوم صالي قوم صالي قوم صالي قوم صالي رجلي وهنا ضربك ونزعم منك ولا مش شاخدك معه وكل الاساليب اللي بترهب وترهق وتتعب نفسيا أه لا بلاش منها المفترض كل اللي نحن بنعمله من سبع عشر اه ترغيب والنبي عليه الصناتسة ما قال شى واضربوهم عليها لعشر الا بعد عشر يعني الفطرة اللي فادي كلها ترغيب انت لماذا تدخل فيها ترغيب وهو غير مكلف ما تنسيهش انه هو غير مكلف ولكن بنقول التضيب واحدين في ملحوظة تانية في الحديث برضو يبقى هنا كان في تربية عبادية لان احنا محتاجين نربي على اشكال مختلفة على حاجات كثيرة في شخصية الانسان شخصية محتاجين اعبادته اخلاقه سلوكه معاملاته عقدته حاجاته كلها محتاجة ان تتربى محتاجة ان تأسس زي ما يأتي بعد كده ان شاء الله لكن هنا في الحديث ده هناك معلومة جديدة يقول صلى الله عليه وسلم وفرقوا بينهم في المضاجح من اول سن عشر سنين نبدأ نفرق بينهم في المضاجح برضو نعودهم ان هما ينموش جنب بعضيهم ان هما لو نموا على سرير واحد حتى يبقى ده في غطى وده في غطى اخد بلاك يبقى هنا انا محتاج افرق بينهم في المضاجح فعلا في السن ده تعويدا تدريبا بعد كده خلاص هو عرف ان ده مكانه وده عرف مكانه بقى مسجل عندهم ان ما بنفعش ان انا نمو جنب بعضنا ولا غطى واحد لا الكلام ده ما عادش ينفع بالتدريب لكن ما بقى سايب سايب و سايب و سايب و لما تحصل مشكلة تقول له لا انت نمو هنا و انت نمو هنا لازم تعمل كده انا فاتك الوقت كان لازم تعمل كده من زمان و لما كمان نقولهم عند عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجح نعرف ان بداية في المرحلة دية الغدة النخمية بيحصل فيها نوع من ايه؟ من الضغط على الغدة السنبرية احنا لدينا الغدد الجنسية و الغدد الايه؟ السنبرية الغدة النخمية بتبقى ايه في الوقت دوت فاثناء التفولة بتبقى ضغط قوي على الغدد الجنسية فبيبقى الولد عنده في مرحلة التفولة دية اللي هو قبل البلوغ عنده كمون جنسي ماشي؟ عنده كمون جنسي لا يشعر بأي شهوة ولا اي رغبة ولا بش اي حاجة مجي ليه؟ لان فيه الغدة ضغطة فحبسة نشاط الغدة السنبرية لكن مع وصوله سن عشر سنين بيبدأ نشاط الغدة السنبرية والغدة النخمية يزيد شوية فتدي مساحة للغدة الجنسية انها تبدأ التحرك فيبدأ الغلام يتهيئ للبلوغ في هذا السن يتهيئ للبلوغ في هذا السن يعني ممكن يحصل اي مشاكل في هذا السن اما تقوليش ما بيحصلش لسه مطروحة سؤال علينا هذا الاسبوع مش قابله ان الامة دخلت على ابنها عنده عشر سنين الولد عنده عشر سنين في القوضة بتاعته فأنامه على السرير فبصت لقيته توتر لما دخلت عليه فهي ولد خايف هات الموبايل لا يا ماما ما عليش خلت الموبايل بصر الموبايل لقيت الولد فاتح اليوتيوب وشوف مناظر وصور خادشة للحياة وتعفيني يوتيوب طبعا بيجيب مناظر سيئة هو ما وصلش لمواقع الهابطة لكن هو وصل لصور هابطة ومناظر سيئة على اليوتيوب خلت الموبايل وزعقت له ومش عارف ايه وبتبص في الموبايل لقيت ان في السجل المتسجل انه دخل على هذه القنوات مرات قبل ذلك ده عنده عشر سنين ده عنده عشر سنين طبعا ايه الاسباب وكلهوت الموضوع دوت المفترض موضوع التربية ده موضوع التربية اللي احجيله ان شاء الله الكلام فيه بعدين ولكن عاز اقول ان السن دوت اللي هو عشر سنين اللي هم نتكلم عنه ورسول عليه السلام قال فريقوا بينهم في المضاجع لدى سن خطر وممكن تحصل فيه مشكلات كبيرة جدا ولذلك بنقول ان احنا محتاجين نعود ابنائنا على العفة نعود ابنائنا على الالتزام بشرع ربنا سبحانه وتعالى الغريب بقى انك انت تجد الام تمشي مع ابنتها بلغت عشر سنين او تسع سنوات مثلا والبنت يعني تمشي في الشارع كأنها تلبس ونبس عليها اه هي بنت صغيرة مثل هذه الفتاة لم تبلغ بعد مثلا لو بلغت مفاشكنا خالص لكنها لم تبلغ بعد فمثل هذه الام تقتل الحياء الحياء في ابنتها تقتل الحياء في ابنتها ودوت اثاره السلبية اه هي اثاره السلبية اه هي اثاره السلبية نعم زي ما ذكرت ان البنت قبل البلوغ ترتدي متى شاء عندها خروجها مانا خالص ان الام تصرح لها شعرها وتعمل لها توكا ودفاير وتسريحها ومفيش مشكلة خالص مفيش مشكلة بس لبسة ملابسة بقى فيها ايه؟ حشمة لكن لما تبص تلاقي البنت خارجة جنب امه وماشية مثلا لبسة باضي او لبسة ايه حاجة من ديا والصدر باين والضهر باين ورجلها باينة وافغذها باينة فالبنت هتتعود على ايه بعد كده؟ احنا مش بنقول ان احنا نقابها وان احنا نحجبها وهي لسه لم تبلغ الحلو لا احنا بقول بس نعودها على ان في حاجات عيب لما نعملها برا وعدين بعد كده نعود على الحشمة وبعدين لما نجي ندخل على سن البلوغ ونبدأ ننبسها الطرحة ونبسها الحجاب واحدة واحدة كدهات معها هنا تتعود لكن عندما تسيب البنت تسيبها 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 تقول لما تبلغ ستبسها الحجاب لما تيجي تبلغ ستبسها الحجاب هتبقى فيه نوع خلاص بقتها تدخل في سن المراقة وعاية تثبت شخصيتها ولا فيه نوع من العناد فيه نوع من عدم القبول للتعليمات التي تتقال يبقى الموضوع ده هيتدخن في متاهة تانية كبيرة خالص عشان كده بقول ان هو لأثار السلبية عموما التربية تحتاج إلى الإخلاص تحتاج للصبر تحتاج للاحتساب والاحتساب ده هنقوله تاني في الاخر ماشي؟ الإخلاص التدريب التعويض المتابعة الملاحظة التقويم الصبر الأساسي ونرجع تاني نقول الاحتساب الاحتساب انك تربي وانت بتحتسب أجرك عند الله سبحانه وتعالى انك مش مساني من اللي بتربيه حاجة لا انت بتحتسب أجرك عند ربنا سبحانه وتعالى والاحتساب مهم ليه؟ أول حاجة لانه بيخفف المتاعب لما حضرتك تشعر ان اللقمة تضعها في فية زوجتك لك بيها أجر أظن تعبك هيخف لما تعرف انك انت لما تطعم أولادك لك في ذلك أجر أظن ده هيخف من أعبائك وأتعابك أيضا الاحتساب مهم ليه؟ لأنه بيثبت الأجر وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها إن لك من الأجر على قدر نصبك يعني على قد جهدك وتعبك هتجري من الأجر إن لك من الأجر على قدر نصبك ونفقتك الاحتساب يخفف على الآباء جفاء الأبناء أحيانا انت تنفق وتربي وتهتم وتقام مغتم والابن مضيع دماغه وبايعها خالص ويبقى فيه نوع من الجفاء وشبه الجحود لما تفعل فلما انت بتعمل لله سبحانه وتعالى وبتبني مشروع عملاق لما تلاقش خليك يعني هدى عصابك شرعين هدى عصابك شرعين لانك انت لو ما هديتش عصابك فشعر تستمر المشروع سيسقط فانت لابد انك انت تتحلق بالإخلاص تتحلق بالصبر تتحلق كل المعاني اللي قلناها سابقا تتحلق بها الاحتساب يزيب من الدفعية للإبداع والإطلاع للقيام بأفضل الأدوار التربوية حراك محتاسب احيث رب ابنك تربية حسنة تربية زي تربية الصحابة يعني لو احنا بصينا لزايد ابن ثابت راجع لعنه وكيف كان اهتمام أمه بانه يتربى تربية عظيمة تبعاته هو لسه سبع سنين ثمان سنين تبعاته مع الرسول عليه الصلاة والسلام عشان يدخل في المعركة الرسول عليه الصلاة والسلام ينظر اليه كده ده صغير لا جسمه يسمح ولا سنه يسمح ولا مهاراته تسمح فالنبي عليه الصلصم يربط على كتفه ويرده لكن الغلام عايز يبذل لله سبحانه وتعالى وتربى في بيت بيحب الدين بيحب النبي صلى الله عليه وسلم تدرب على هذا شاف أمه شاف أبوه بيبذله بيعمله فهو عايز يعمل زيهم فيرجع لأمه يبكي الأم بتفكر طب كيف ينال ابني الدرجات العلا فتفكر تجد ان ابنها في بعض مميزات حافظ شيء من القرآن صوته حلو بيحفظ كويس بيقرأ ويكتب في مجتمع أمي لا يحسن القراءة ولا الكتابة فاعتبرتها ميزة فبعتته مرة تانية مع أخوالي للنبي صلى الله عليه وسلم فأخذوا بقى يمدحوا ده صوته في القراية ايه؟ طبعا أكونون بيقولوا بقى بيقرأ بالقراءة العشرة بس قعدوا يمدحوا فيه يمدحوا يمدحوا فالرسول عليه السلام سامعه نحن مخدش بالتقرير بتاعهم فوجده أفضل مما وصفوه لا أفضل من هما بيحكوه فالنبي عليه السلام أجازه أن يكون عنده يتربى بين يدى النبي صلى الله عليه وسلم وده اللي كانت عزال أم أن يتربى هنا عند الرسول صلى الله عليه وسلم الأم هنا عشان محتسبة كان عندها دفعية للإبداع عايزة تبدع طرقا كيف تحصل الأجر والثباب كيف ارتقي ابنها في أعلى الدرجات مش في الدنيا بس لا عند الله سبحانه وتعالى ويزداد زيد يوم مع يوم قربه من النبي صلى الله عليه وسلم وينما يوصل 14 سنة يقول يا زيد تعرف العبرية زيد طبعا معرفش العبرية خالص قال لا يا رسول الله قال اذهب فتعلمها فيذهب زيد فيتعلمها ويأتي يقول فما مر 15 يوم حتى أطقنتها له يعني زيد بقى يتكلم عبري بص بقى يترجم يعني بقى ماهر في العبرية يعني اليهود يأتون فيتكلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم عبري فزيد يترجم مباشرة للرسول عليه السلام عربي الرسول عليه السلام يريد أن يرد فيرد عربي فيترجم زيد عبري وهكذا المكتوبات يكتب عبري ويكتب عربي ده زيد وبعلي كانواد شوية ونبيع سمي استدعيه تاني سنة تعالى يا زيد بتعرف السريانية تبتعلبها يروح زيد ويأتي بسرعة يقول فما مره 17 يوم حتى أتقن تهلع بسرعة 20 يوم كان مخلص السريانية وبعدين زيد بيرتقي بيرتقي عند النبي صلى الله عليه وسلم بيرتقي في مجتمعه بيختم المجتمع بيختم الأمة وبعد كده رسول العسلم يستنى عليه يقول له يا زيد تعالى يا زيد اكتب يا زيد ماذا اكتب يا رسول الله؟ قال اكتب الوحي الله أكبر بيكتب الوحي زيد بيكتب الوحي يعني اللي احنا بنقرأه النهاردة في آيات القرآن زيد كتب الآيات دا زيد هو الذي تلقاها من النبي صلى الله عليه وسلم وكتبها أحد كاتب الوحي زيد بن ثابت رضي الله عنه لأن كانت وراء أم لها روح إبداعية وعندها دافعية حملتها على الإبداع احنا بقى بنقول كمان للأمهات وللأباء لابد انك تتطلع وتتعلم حتى تعرف كيف تتعامل مع أبنائك حتى تعرف كيف تكتشف أبنائك وتتعرف عليهم تعرفا جيدا حتى تستطيع أن تخدم هذه الأمة وتخدم أبنائك التربية هي السبب الرئيسي لتشكيل شخصية الطفل الأكل والشرب هتشكل جسمه هربي عضلاته عندنا واحد كده حاجة كبيرة عريضة طويلة حاجة تخوف التربية مش بتعمل كده لا التربية لا تشكل العضلات لكنها تشكل شخصية الطفل تشكل شخصية المراهق لأننا قلنا أن التربية في جميع مراحل النمو مشي تشكل معنا الشخصية وفي كل مرحلة في حيثيات معينة لكل شخصية في كل مرحلة في خصائص والخصائص زياد بتساعد على تشكيل شخصية الطفل أو المراهق التربية تساعد الطفل على اكتشاف نفسه وتنمية مهاراته وتنمية مواهبه وهواياته الحسنة كذلك التربية انت اللي بتكتشفه انت بتساعده من يكتشف نفسه انت بتسمعه هو بيقرأ القرآن مثلا فتحسن السود الحالي فنبدأ تقوي الجانب ده حتى يستشعر ان هو صاحب مهارة هنا ان هو موافق في الجزئية دي فيركز فيها ويتمي بيها ممكن تبصت ليه هو بيكتب على كمبوتر كويس مثلا فانت اكتشفت الموضوع ده فوجهته ارتاقى التقدم بقى مميز في البند ده مش بس احنا عايزينه مميز في امور الدين فقط لا نحن الرب شخصية تعيش في هذه الدنيا بدين الله تبارك وتعالى الموضوع شي لواحده ما هواش دايت وذيت مش دين لوحدها وتعليم نشعة علمانية هي لا انها خليط انها مزيج انه يمشي قدما الى الامام امامه كتاب الله تبارك وتعالى ويدفعه من بعد ذلك اوامر الله عز وجل امر النبي صلى الله عليه وسلم ماشى على خطة وضعها له النبي صلى الله عليه وسلم التربية تقوي ثقة الطفل او المراهق بنفسه يشعر انه مترابل انه فهم انه عارف انه له يستطيع ان يكون له باع في كل مجال وان كان صغير التربية تقوي ثقة الطفل او المراهق بنفسه تجعله فرضا واعيا ايجابيا اجتماعيا تجعله فرض واعي ايجابي اجتماعيا وهناك محاول رئيسية تدور حولها التربية يعني في ثلاث محاول رئيسية وهي التربية البنائية والتربية بعض الوقائية والتربية العلاجية والأوعية الثلاثة هذه او الانماط الثلاثة للتربية ديienen او هذه المحاول الثلاثة الرئيسية للتربية التي تدور حولها التربية هي في الحقيقة ليست مفصولة عن بعضها ولكنها مندمجة و今年صاهرة في بعضها ولكن في جانب بابأ ابرز من جانب بعض التوجيهات او والأوامر الربانية تكون تربية بنائية إضافة معلومات جديدة أوامر جديدة أو أحديث النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيهاته تكون تربية بنائية ما كانش عندي معلومة فلا المعلومة بتصلي نوع من البناء البناء المعرفي ومش بناء معرفه بس لا ده كمان بناء مهاري ازاي يعني بناء مهاري تبصت لايه الصحابة يقول ايه فتوضأت نحو وضوء النبي صلى الله عليه وسلم يعني هنا مهارة الوضوء أخدها من النبي صلى الله عليه وسلم مش أخد بس كيفية من الآيات يا أيها لدينا أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسروا لا ما أخدش الآيات ديته بس هذه الآيات أيها ديت كانت التربية المعرفية بالنسبة له ما كانش يعرفها ولكن لما شاف الرسول عليه الصلاة والسلام فتوضأ نحو وضوء صلوا كما رأيتموني أصلي خذوا المهارة خذوا عني مناسككم خذوا المهارة هذه المهارات دي أربية بنائية أيضا تربية وقائية أنا تعمل مش هستطول فيها جيدا دينيا كتير كلام كتير فيها التربية الوقائية أنك أنت برضو بتاخد معلومات ومعرفة ومهارات تساعدك على عدم الوقوع في المخاطر والذلات وما نهى الله تبارك وتعالى عنه أو ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم تربية وقائية فأنت بتعلم فعلا معلومات وتتعلم مهارات لكن المهارات دي بتصب فين؟ بتصب أنها تكون وقاية اتقوا الله ما استطاعتم فتبص لأيه؟ اتقوا الله ويعلمكم الله فتبص لأيه فيه جدار بيحميك ويأخيك من الوقوع في الفتن وفي الزلم تربية علاجية وهذه تعالج المشكلات أحيانا الإنسان يكون عنده معرفة وعنده مهار وعنده وقاية لكن يستزل له الشيطان فيقع وهذا يحدث كثير جدا خاصة في مرحلة المراقبة فيستزل له الشيطان ويقع دور المربي انه يمارس معه التربية العلاجية انه يبدأ يعالج هذه المشكلة من أصولها من جزولها أسبابها إيه؟ ودوافعها إيه؟ ويبدأ يعالج هذه المشكلة شيئا فشيئا إذا عندنا محاول رئيسية وهي التربية البنائية التربية العلاجية الوقائية وعندنا التربية العلاجية تربية بنائية ووقائية علاجية وهذه التربية تتم على يد مربي يعني متخصص يعني فاهم أو أب وأم والدين بس فهمين أريين درسين أنا عايز أقول يا أخوانا يعني والله الواحد ساعات مثلا لما يجيب شوية كاتاكيتو وربيهم تبصت ليه مهتم جدا بموضوع تربية التورو اللي هو جايب هدية وإيه المصل اللي ياخدوه وإيه الأكل اللي يأكلوه لو جاب قطة بحاول حريس قوي أنه يشوف إزاي ينظفها وإزاي يعلمها تدخل حمام إزاي قال قطة يعلمها إزاي تدخل حمامه ومش عارف إيه ولو مردت أو عطسة أو مردت وديها الدكتور بتاع القطة الدكتور بايتاري يعني فيه نوع من الاهتمام اهتمام طب وبتقرأ بقى جاب أنت دفتر كده هو الدفتر القطة عمل تقرأ عن القطة وما القطة وأصنافها وأجناسها لا وتكسرها وما تكسرها وإزاي يجيب وكل الكسرين أنت بتقرأ عنها طب يا ترى وبتقرأ عن الكاتاكيت برضو طب أنت قرأت عن أولادك يعني هل أنت قرأت كيف تربي أبنائك وما هي وسائل التربية ما هي مراحل النمو ما هي خصائص كل مرحلة ما هي احتاجات كل مرحلة والله لو عرفنا الحاجات دي كلها هنتعايش بصورة آمنة وسالمة وسليمة جدا مع أبنائنا وتكون طريقة نجاحة هذه التربية تتم على يد مربي يد بانية يد حانية يد حازمة المربي لابد أن هو تتمثل فيه هذه الآياد الثلاثة أنه بيبني بيد حانية وفي نفس الوقت حازمة بيبني ولكن الرحمة الرحمة موجودة ماشي؟ الرحمة موجودة الحزم موجود بس الحزم مع الرحمة وهتقول لك إزاي؟ أصل الحزم ليس معناها قصوى ليس معناها العنف ليس معناها الغلزة ليس معناها الشدة لا ليس كذلك فالمربي لابد أن يبني بيد بانية يد حانية يد حازمة وتعمل التربية في خمسة اتجاهات التربية المفترض عايزة تغزي خمسة اتجاهات مختلفين عن بعضهم لكن هي في الآخر عايزين نبني شخصية المسلم فأول حاجة تعمل على بناء القناعات ما هي بناء القناعات ده؟ بناء القناعات بناء العقائد بناء المبادئ بناء القيم بناء الأهداف بناء الطموحات فهم الحياة عموما انظر لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لعبد الله بن عباس رضي الله عنه احفظ الله يحفظك اني أعلمك كلمات اني أعلمك كلمات بس كان رضي في النبي صلى الله عليه وسلم اني أعلمك كلمات كلمات هي كلمات بسيطة لكنها كلمات في عمق العقيدة وعايزين بس نتذكر حاجة مهمة جدا ان لما الرسول عليه الصلاة والسلام توفي كان ابن عباس رضي الله عنه عنده 11 سنة عنده 11 سنة يعني وهو خلف النبي عليه الصلاة والسلام ده كان أقل من 10 سنين أو أقل من 11 سنة أقل بكثير فبيقول له في هذه السن هنعلمه العقيدة والعقيدة صعبة صعبة على حاجة اهم حاجة انت كمربي بتقولها ازاي انت كأب بتغرسها ازاي فقال اني أعلمك كلمات احفظ الله يعفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فسائل الله وانت فاسع عم بالله بص خضايا مهمة جدا خضايا في صلب العقيدة احفظ الله يحفظك احفظ الله الخل shell فهم ؟ scientific احفظ سامعك احفظ بصرك احفظ لسانك احفظ ايدك احفظ 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 الله ياحفظك احفظ الله يتجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله أعلق عالق قلبyt الطفل المراهخ بدربый他 سبحانه وتعالى اذا تبني القناعات ثاني حاجة تعمل على اتجاه توجيه الاهتمامات توجيه الاهتمامات ابنك هو صغير ممكن ان اشده اهتمام اوي مش عارف هو يهتم بايه انت بتوجيه اهتمامه ابنك في سن المراقة برضه انت بتوجيه اهتمامه بس مش هينفع توجيه اهتمامه الا لو كنت عودته على انه تتوجيه اهتماماته من الصغر وإلا فانت لو سبت لهم الوقت والامور في الدنيا كده يعمل لهم هبص لها ضيعة مثال هو حضرتك مثلا ابنك اللي في التالت عدادي او في قولة سانوي او في اقل من كده او اكتب من كده بيبسك الموبايل يقعد يلعب سكان لعبة بابجي او لعبة تانية بكام وقت كام وقت كام وقت لا دي فيه ناس بتلعب ساعات طويلة لا ما تستغربش بالعشر ساعات اه بالعشر ساعات ممكن بالعشر ساعات وبالستة ساعات وبالسبع ساعات وما فيش وقت عنده للصلاة حتى ما فيش وقت عنده للنوم ساعات الموبايل بيسقط من ايده من شدة ارهاقه بس يا ترى ارهاقه من ايه؟ من العبادة؟ لا طب بلاش العبادة من المذاكرة؟ لا بلاش المذاكرة طب كان بيشتغل في البيت بيعمل اي حاجة كان بيعمل اي عمل نافع اي عمل صالح لا هؤلاء اهتهماته اهتهماته ان ينزلوا يقف في الشارع اهتهماته ان يتفسخ مه اصحابه اهتهماته ان يلعب في الشارع اي لعبة مع زميله اي اهتهماته اخي بلك اهتهماته ان يتصفح الفيس اهتهماته ان يفضل شغال بقى استجرام وغيره وعمل ايه؟ يصور ويعمل دي اهتهمات فالتربية بتوجه هذه الاهتامات بتوجه هذه الاهتامات ولذلك احنا محتاجين اهتم جدا بالجزئية دي لو احنا فعلا عودنا ابنائنا على ان هم يحسنوا ادارة ذاتهم هيحسنهم ادارة اوقاتهم فترتيب الاولويات مهم جدا لابنائنا منذ الطفولة منذ الصغر الرسول عليه السلام عدى مرة كده وقت على بعض الاطفال يلعبون يعني بنتين طينة ويلعبوا بيها ويعملوها بقى كور كده وقت دي بطاطس ودي طماطم ودي مش عارف ايه وحطين حاجة على الارض وعملين بقى ان هم تجار ويبيعوا ويشتروا فهو يلعبون فالرسول عليه السلام لما يمر عليهم يقول لهم ايه بارك الله في بيعكم بارك الله لكم في بيعكم اعتبرهم تجار ويبيعوا ويشترهم تفتكر تفتكر الاطفال دول لما يكبرهم موضوع التجارة ده مش هكون بيبشي في دمهم مش هكون هدف بالنسبة لهم انهم يكونوا تجار وانبي حسام دعالنا بانه هكونوا تجار ومش اي تجار فيها البركة ده توجيه للاهتمام رغم ان هو صغير وبيلعب هو ده توجيه للاهتمام توجيه للاهتماماته هو بدأ يفكر في ايه وغيرها من الامثلة كثيرة جدا ممكن نعطيها بعد كده ان شاء الله تنمية المهارات تنمية المهارات التربية تعمل على هذا الجانب تربية المهارات الفهم الادراك التذكر كل المهارات العقلية لان العقل ينمو وينمو بصورة متدرجة لابد ان احنا ننمي العقل بهذه الصورة متدرجة ما ينفعش ان احنا نقعد الاولاد قدام التلفزيون يقولهم بلاها عادين يستقبلون 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 وبعدين لابد من ان يتفاعل ابنائنا في ارض الواقع ان هم ينزلهم يلعبهم يعني الولد مثلا يلعب كرة في الشارع ولا يتفرج على ماتشو كرة في التلفزيون او على الموبايل لا ينزل لعب كرة ويتتسخ ملابسه لا بأسة بذلك يضيع الكوتش بتاعه مفيش مشكلة بس ما يقعدش قدام التلفزيون لان هو بتجيله درجة من البلاها وبعد ذلك ممكن تأتي امراض لكثرة النظر الى التلفاز وادمان هذه الاجهزة الالكترونية واللوحية امارات البدنية المؤمن القوي خير واحبنا الله من المؤمن الضعيف ارمي فإن أباك يعني اسماعيل الله عليه السلام كان الرامية يعني هنا بنعلمهم ايه الرامي علم أولادكم السباح والرماية ونقوب الخير من الآثار اخبرك فإذا هنا التقوية دية للبدن وللهمم ده مطلوبة مهارات علمية هو يقرأ ويكتب في المجتمع الأمي لا يقرأ ولا يكتب فإذا سفرت من هذه الجزئية فنتوجه هذه المهارة وتنمي هذه المهارة فأصبح كاتب للوحي فإبنك اللي انت بتربيه ده ما تقللش من قدره ولا من شأنه هو انت هتطلع فيلسوف اللغة العربية هو انت هتطلع احسن مش عارف من أينشتين ولا انت هتطلع لا ممكن اطلع احسن من دول خالص على فكرة ممكن اطلع احسن من دول خالص ويعني امتنا بفضل الله عز وجل الامة ولادة والعقول عقول مبدعة بفضل الله يعني ممكن يطلع منها كفاءات عالية ولكنها تفتقر الى من يعني يخرج هذه الكفاءات ويظهر هذه الكفاءات المهارات الادارية والاجتماعية ابنك لما تطلعه مثلا لما تقوله دير اقتصاد البيت النهاردة احنا طرعين رحلة نظم الرحلة انت بتعوده كيف يدير عمل بتعوده احنا في مساجدنا مثلا او في دور تحفظنا او في مساسات تنموية لما بنعمل ورش عمل مثلا للاطفال او للمراهقين احنا في الحقيقة بنعوده ازاي يكتسب مهارات ادارية ازاي يحتك اجتماعيا وازاي يحصل عنده نوع من النمو الاجتماعي لان احنا عزين رب شخصية سوية تختلط في المجتمع وتبقى موجودة في المجتمع ومحافظة على قوامها مش منصاهرة لا تزوب ولكنها موجودة ومتوغلة وفي داخل المجتمع وفي ثانية المجتمع محافظة على كيانها وافكارها وعقائدها ومبادئها اذا انا محتاجة رب شخصية قوية شخصية صلبة لا تزوب لا تتأثر ولكنها قادرة على التأثير في الاخرين ايضا التربية تعمل على فهم قواعد العلاقات فهم قواعد العلاقات ان انا بفهم الطفل او المراهق العلاقة بينه وبينه بينه بين ربنا بينه بين نفسه بينه بين امه ابوه اخواته بينه بين اصدقائه في المدرسة مدرسي معلمي بينه بينه بين مديره في الشغل اللي فوقيه اللي تحتيه العلاقات وايضا معلمه كيف يبني العلاقات وكيف ايضا ينهي هذه العلاقات لان فيه ناس بتبني العلاقة وما بتقدرش تنهيها يتعلق تعلق سيء رغم انه يجد سلبيات كثيرة في من ربط به العلاقة لكنه يعجز عن ان ينهي هذه العلاقة لا نحن نعلم ابنائنا كيف يبنون هذه العلاقات ثم انهم كيف يفضون هذه العلاقات ايضا اذا كان هناك ما يخالف القواعد الشرعية ايضا الاتجاه الخامس او التوجيه يعني الاتجاه الخامس الذي تعمل فيه التربية وهو اختيار القدوات اختيار القدوات وده للأسف بقى موضوع مهم جدا لان احنا النهاردة اسأل ابنك اسأل اولادك انت ممكن تكون متدين ممكن تكون محافظ ممكن تكون اسأل ابنك انت مين قدوتك متأثر بمين الغريب ان هوك ما يقولش اسمك يعني ما يقولش انت يعني رغم انك انت لزقله في البيت وانت اللي بتعمله وتخليه وتسوي ما يقولش اسمك ده ممكن يجيب سرة العيب بيلعب في الشارع عمره ما شافه يعني بيلعب في الناجي من النواجي عمره ما شافه وغير في التلفزيون او او ممثل هابط يقولك هو ده قدوتي او واحد دعمه سرع يقولك اده قدوتي او 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 طب يا عمي اقوله عالم من العلماء حتى اقول عالم من علماء الفيزياء والكيميا والرياضة والحاسوب اقول اي عالم من علماء دون والعالم من علماء دير ربنا سبحانه وتعالى لا الاسف شريك جدا قلمة تجد من يتذكر هذه القدوة ولذلك نحن نربي ابناءنا على ان القدوة والمثل الاعلى هو نبينا صلى الله عليه وسلم او ممكن تاخد بعدي بقى الصحابة رضي عنهم متابعين ابوك مثل اعلى والدتك معلمك ممكن كل دول بعد كده يتتنوع القدوات بتنوع المجالات يعني مثلا انت في مجال الرياضيات من قدوتك ممكن يكون مدرس معين في الفيزياء انت من قدوتك ممكن يكون فلان فلاني اللي كان ده بالنسبة لي قدوة انت في مجال العلوم الشرعية انت مين قدوتك ممكن يقولك الشيخ فلان فلاني او الشيخ فلان فلاني ما فيش مانع من تنوع هذه القدوات ايضا نعلمهم قواعد التعامل مع هذه القدوات لان حضرتك لو اختلفت مع القدوة هتعمل مع ايه حضرتك لو منسجم مع القدوة هتعمل مع ايه لابد يكون في قواعد ضبط لا تنحرف بنا عن المجال الشرعي باي صورة من السور لا شك ان موضوع التربية موضوع مهم جدا وان هناك فوارق كبيرة بين الرعاية والتربية كما ذكرنا رعاية بلا تربية اللي هو نرعى نأكل نشرب نلبس احسن ملابس نطقم عطور كل حاجة مهتمين بالرعاية بلا تربية الشخصيات الناتجة شخصية ضعيفة كائن اناني وهذا الاخطر شخصية ضعيفة لنفسه اخذ بالك ممكن يبقى لا اثر على مجتمعه لكن هي النفسه في الاخر لكن كائن اناني لا يهمه سوى نفسه لا يهمه في الكون الا نفسه لا دي مشكلة كبيرة جدا هينبثق منها انه ممكن يكون عاقل والدية عاقل مجتمعه لانه عايز يحقق رغبته واحتياجاته لا يستطيع تحمل مسئولية لا يعتمد عليه في شيء لانه على كده وكونه موظف تجد له موظف غير مسئول لا يحترم قواعد العمل اخ ممكن يسرق اخاه ممكن يسرق امه ممكن يسرق اخته ممكن يسرق والده ليه ده كله ليه لانهو كان في رعاية لكن ما كانش فيه تربية فبنقوله انه ممكن يحن اخته من المراس ممكن تلميز يهرب من المدرسة ممكن شاب يهرب من المسئولية لانه كان فيه رعاية لكن ما كانش فيه تربية وفي الحديث كلكم راعي وكلكم مسئول عن رعيته والرجل مسئول عن اهل بيته فهذه المسئولية ليست لتحقيق او تلبية الرعاية الفيسيولوجية فقط بل لتحقيق الرعاية والتربية معا وعلى الوالدين ان يحسنوا تربية ابنائهم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن شرة الرعاء الحطامة الرعاء الحطامة نحن نتوقف عند هذا الحديث لان هذا الموضوع سيطول معنا ونستكمله إن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله سبحانك الله وحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفر و أعطب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته